السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الأعزاء سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية اسم من الأسماء وهو اسم غادة في المنام أولا ما معنى اسم غادة عمة في اللغة العربية؟ اسم غادة تطلق على الفتاة التي تدل على رقتها ونعومتها وهي تعني أيضا الفتاة ذات الأنوسة الكاملة والغادة هو اسم الشجرة الغضة والجمع غيد ويطلق هذا الاسم على البساتين والمروج الخضراء كما أصبح هذا الاسم منتشرا في البلاد العربية وأصبح العديد يطلقون على بناتهم هذا الاسم لما له من دلالات متصلة بالجمال والرقة والعزوبة أما اسم غادة في المنام فيدل على غضادة الحياة والعيش المطرف فمن رأى في منام امرأة أو فتاة وكان اسمها غادة فقد يحظى في دنيا بالرزق والخيرات والنعم الكثيرة أولا ما معنى اسم غادة في منام العزباء؟ يدل هذا الاسم في منام العزباء على جملة من المعاني الطيبة المتعلقة غالبا بوجدان الرأية أو نفسيتها فهو يدل على السعادة وفي أحيان كثيرة يدل على الغبطة والابتهاج من خلال تلقي الأخبار الصارة والمفرحة أما إذا رأت الفتاة العزباء في منامها فتاة تعرفها وكان اسمها غادة فأنها في يقظتها قد تشهد حدثا سعيدا ومثل تلك الأحداث لقاء شخص عزيز أو تحقيق أمنية كانت الرأية تنشدها أو تصبو إلى تحقيقها تفسير اسم غادة في المنام للمتزوجة اسم غادة في منام المرأة المتزوجة قد يفيد الإقبال نحو حياة مطرفة وربما دل على التيسير في الرزق أو استعافه فإن ظهرت إمرأة أو فتاة في منام المتزوجة وكان اسمها غادة فأنها قد تبشر بمسألة متعلقة بالرزق وربما دلت الرؤية على بشارة متصلة بالإنجاب خاصة إذا كانت المتزوجة تتمنى الإنجاب بشرف وربما دل هذا الاسم بالنسبة للحوامل من النساء على إنجاب البنت وهو اسم محمود أيضا في منام المطلقة والأرملة لأنه يصف عيشا رغيضا وحياها نئة في المستقبل إذا كانت المدعوة أو المسمى غادة قريبة للرأية من غير الشقيقات فأن البشارة تكون قريبة أيضا فإن كانت من بين صديقاتها أو صحباتها فأن الرؤية تصدق والبشارة تقع بما يتوقع من أمنيات الرأية وغايتها في الحياة تفسير اسم غادة في المنام للرجل إذا ظهرت في منام الرجل إمرأة أو فتاة اسمها غادة وكانت جميلة المحية مبتسمة فتلك هي الدنيا التي قد تطل عليه بالخيرات والبشائر والنعم فإذا كان الرأي أعزبا ورأى في الحلم كأنه تزوج فتاة اسمها غادة فأنه في يقظته يصادف حظا طيبا في المسائل المتصلة بالرزق والكذب والعمل فإن كان الرأي صاحب الحلم رجلا متزوجا ورأى في المنام كأن إمرأة اسمها غادة تطرق بابه أو تدخل بيته فأن البرقة تحل في منزله وقد يشهد سنة كاملة من الخير والرخاء وربما دلت الرؤية أيضا على حد السعيد يشهده في ذلك العام وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء